يا جماعة ولادة عيسى عليه السلام هي معجزة من الله ولأنه بدون أب فالله بالقرآن ما نسب إلى قوم الإنسان ينسب إلى سلالة أبوه معظم الأنبياء نسب إلى أقوام لأنه عندهم آباء موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم لوط ولوطا إذ قال لقومه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم حتى سيد الخلق وحبيب الحق محمد إذا قومك يا محمد يعني إذا قومك منه يصدون لأنه عنده أب حتى مريم عليه السلام نسبت إلى قوم لأنه عند أب فأتت به قومها تحمله بس المسيح عيسى عليه السلام ما نسب إلى أي قوم في القرآن قال الله وقال المسيح يا بني إسرائيل ما قال يا قوم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ما قال يا قوم حتى آدم بالقرآن ما نسب إلى قوم لأنه ما عنده أب ما في بالقرآن يا قوم آدم في يا بني آدم فآدم عليه السلام مثل عيسى تماما فالله سبحانه وتعالى خلقهما من تراب قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يا جماعة هذا كلام الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيا رب أنا وكل الموجودين كل واحد يقول آمين اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن سلامت